السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب المرحلة الثالثة في قسم الهندسة المدنية في جامعة وارثة الانبياء نستمر بهاي المحاضرة مالتنا اللي هي الجزء الثالث من المحاضرة رقم ثلاثة اثنين اليوم نحن نتناول الموضوع المنحنيات الحلزونية المنحنيات السبيرل إذا نلاحظ هذا عدنا الصورة هنا على اليمنا هذا وقتنا في الشكل البسيط للسبيرل فيبدي من نقطة الصفر المركز ماتة يحيكون عندها نصف القطر ماتة أيضا صفر ويبدي يتوسع بهالشكل هذا هذا عدي منحن هنا هذا الجزء هو السبيرل ماتة إذا نلاحظه فإحنا كنا مقتطعين جزء من المنحن السبيرل وحاطي بالمنحن المنحن الداري نخلي معاه حتى يوفر لنا حركة تكون أسهل حركة آمنة لأنه في بعض الأحيان من الصعب على السائقين الانتقال من المماس من التانجينت إلى منحن الدارة اللي يكون بيناس قطر ثابت خاصة هذي وين تكون عنده صعوبة عندما تكون عندها نصف الأقطار للمنحن الداري تكون صغيرة أو عندي أنا تكون دي كلش عالية سفيرتي ماتة كلش عالية هنا بهذا الشرح يوضح لي إذا كان نصف القطر بالمركز هو للسبيرل صفر نصف القطر الأخير ماتة بالنهاية ماتة جد يكون يكون انفينيتي لأنه يكون عبارة خط مستقيم زين يعني فكان هذا الجزء الأخضر الآن لو أنت أخذنا بهذا الجزء هذا حتى نوفر سهولة بالحركة للمنحن الداري زين السبيرل اللي حيوفر لي قول ما نحشي على فوائد السبيرل نجي ناخذ هذا المنحن عدي أسه هذا منحن دائري هذا المنحن الدائري هذا الجزء هذا هو المنحن السبيرل ماتة نشوفها نصف القطر ماتة هنا انفينيتي نصف القطر من يلتقى لمنحن السبيرل ومنحن الدائري يكون نصف القطر ماتة من الساويات نفسها حيتكار هنا منحن السبيرل هنا نفس الارمال الدائري وهنا يكون عندي عبارة خط مستقيم هذا هو التانجن هذا فأدرسه مبسط للسبيرل كيروس شون فوائده هذي السبيرل كيروس أكو عدي عدي جزء من عدد من الفوائد اللي راح نتكلم عن السبيرل كيروس إذن يوفر مسار سهل للساقين حتى يتبعوه حتى يتم زيادة طرد المركز والجادة بشكل تدريجي زيان بعض شي يوفر لي يوفر ترتيب مرغوب يعني نده هنا نفذ السوبر رنف اللي ذكرناه من حاضرة السابقة السبيرل وهذه من الميزات المماثل نتطلق لبعض الامتال العدي إذن يوفر لي في الترتيب مرغوب من حيث توسيع الطريق خاصة لدي استيعاب المركبات التجارية وبعد السبيرل يوفر لي يوفر لي يزيد جمالية الطريق السريع زيان نجيب هذي السلايد مالتنا هنا لح نلاحظ في الصورة مقسمة جزئين طريق سريع هذا ما بي سبيرل وهذا الطريق بي سبيرل ولح نلاحظ هنا شوف حركة الساق هنا تكون مو حركة سلسة ولا سهلة بالاستدارة بينما هذا موجود السبيرل بالعكس لحي تكون عند الحركة كل السهلة ويقدر الساق ينتقل بسهولة ويسر من الطريق المستقيم إلى المنحني زيانا حسب ما نلاحظ هذا طبعا 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 نلاحظ تتجاوز 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 لتلت درجات فهنا نستخدم السبيرل وأكون محدد ثاني إن شاء الله بالسلايدات الثانية لحنا نتطرك إلى هنانا هذا رسل يوضح الخصائص الهندسية للمنحني للسبيرل لاحظ هذا عندنا جزء هذا والمنحني للسبيرل هنا هذا يكون عندنا منحني دائري وبعدين رجحنا أيضا المنحني للسبيرل هذا عندنا المنحني تانجنت الأول هذا المنحني التانجنت الثاني وعدد أن نقاط تكون أعرف إذا موجودات عند بالرسم سوى هذا الس أو الس أو الس أو الس فنعرف كل وحدة إذن الس هي التانجنت للسبيرل هذا النقطة لحينتقل عندنا من الخط المستقيم لحينتقل للسبيرل نقطة الس لحينتقل الانتقال لحينتقل عندنا من السبيرل هذا اللاحظ من السبيرل المن للخط لل الكيرف السيركولر كيرف نقطة الس س لحينتقل لحينتقل عندي من المنحة الداري للسبيرل وهذا الاخرطة الست لحينتقل عندي من السبيرل إلى التانجنت عندي زاوية الدلتا اللي نحن نعرف زاوية ال angle of deflection عندي دلتا ننتبه عليها وعندي الدلتا أسل عفو وعندي small دلتا اللي هذه اللي هي زاوية الدفلكشن للسبيرل كير هذا يعني زي وعندي طول length of the spiral طول اللي هو هذا أيضا انتبه عليها هذا نتابع احن احط السلايد ماتي واقع كل نقطة وشنو موجود عليها بال بالرسم ماتي طبعا فاتنا نذكر انه كل من هذا النقاط ال TS وال LC وال CS وال ST هي بارة عن محطات محطات تنتقل تنتقل من جزء الى جزء ثاني ننتقل من المواس الى ال spiral ننتقل من spiral للدائري من spiral من spiral للمواس زيان اجي بعد اكو عدة خصائص هندسية اللي هو length of spiral اللي هو LS هذا يمكن نحسب من هذا المعادلة حساب سنشوف طريقتين طبعا ناخذ القيمة الاكبر هنا القيمة الاس عارتا تتروح بين واحد الى ثلاثة فوت على السكن التكعيب ناخذ قيمة 1.97 نستخدم فالمعادلة هذه هذا فقط توضيح المعادلة تصفى عندي هذه الاس 1.6 اس تكعيب على الار هذا نعتمد لحساب length of spiral اللي هو هذا اللي قلنا عليه الاس زيان عندي الانجل of deflection زاوية الانحراف المركزية للspiral احنا نسميها الsmall delta اللي هذي هذي ايضا عنده قانون حسابه يساونا الاس في الدي على ميت طبعا ال spiral angle of deflection للدقري الاس هو length of spiral اللي حسب نا وال د هو degree of curvature المن للمنحن الدائري زيان عندي الانجل of deflection هذه حسابها الدلتا سواء الدلتا ناقصا اثنيا في small delta هذا الاني كود لو القوائن هاتكم أعطوات ان شاء الله بس نعرف حتى عرف شون الدلتا شون الدلتا شون الدلتا اس زيان اهني هذي موجودات كون انت عارفين والرسم موجود عندك حتى يحيش اللي حيشيناه مع الرسم الموجود زيان عندي قانون هذا حساب اللينث of tangent distance اليو تي اس هذا قانون R في التان دلتا على ثنيا بعدين جينا R في الكوساين small delta ناقصا R LS على السكس وهذا يكمل القانون ما تي اللينث of tangent distance الي بتوين البي اي والتي اس هنان بوعح اللي نقصد به هذني هذي اللي حاط الان بالخط الاحمر الحسابات طبعا التان جات حسب هذة المعادلة التي اس هو distance بتوين البي اي والتي اس هذي عند البي اي هذي التي اس وبعد ايضا هو بين البي اي وال ال است ذن الخطوط الحمر وضع حساب LTS زين انا اهنا اجد وشنو فائد تعدي اه عالة المنحنات الاسبار تكون منحنات مكلفة يعني بالطرق ما نلجأ لها الا لذا تكون عندي حاجة ملحة لوجودها زين لانها تسقيطها انشاءها استخدامها بس اذا قلنا اول محدد اذا كان عندي اكثر من ثلاثة قبل سلايدين ذكرناها نلجأ لها بعد المحدد الثاني اذا المحدد ذكرنا قبل سلايدين انه اكبر من ثلاثة محدد الثاني وهذا الجدول هذا الجدول وضعت المنصر من كيل اشتو عندما تكون عندي انصاف الاقطار للاستدارة اعلى ما تكون في هذا الجدول يجب عندها ان نستفاد من الاسبار اذا نلاحظ هنا هذا اذا كان الارقام اقل موجود فمعناها نتوجه الى استخدام الاسبار مثال عندي مثال هذا الجهلة حاجة اخذه اذا كان عندي السرعة التصميم 160 وكنت مستخدم نصف القطر اقل من 1822 اذا كان اقل من 1822 فنحتاج الاسبار طبعا هنا على الطلاب ان يختار رقم اخر غير الستين ويتشيك فكل ما يطلع عندي الرقم الموجود اقل ما موجود هنا معنى نلجأ الى السبارل زين خلنا اخذ مثال حتى اقدر احلى هذه القوانين الموجودة عدي واقدر افهمها هنا عندي كير 4 دقري كير ما معناها معناها دقري ماتة 12 فوت دزاين سبست 60 السوبر ريفيشن منطي 6 بالمية ماكسيما سوبر ريفيشن النورمال درنج كروس لوب on the tangent واحد بالمية كروس لوب ماتة ميلان ماتة ال spiral transition curves are to be used يعني تم استخدام هنا او يراد استخدام منحني حلزوني منطوق السؤال احسب لللنث ما السبير والستيشينات ماتة لت the angle of deflection the angle of deflection the length of deflection 38 pi station ماتة 1162 فلازم نحسب هنا كل الخصائص الهندسية لمنحني ال spiral طبعا هنا ذكرنا انه الكروسلوب 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 شنو معناها معناها عدي هذا الشارع تذكرون احنا اخذنا فشيس مكنبر هالشكل هذا الطريق هذا اذكر اهنا لا هذا الطريق مائل باتجاه واحد مائل باتجاه واحد زين اتجاه اتجاه الميلان مات واحد بالمية هنا حتى نجي نحن مالتنا من جداول ذكرون هذا السايد الفركشن مالتي عندي سرعة ستين من جدول موجود عندي من طينية اربعة درجات مئوية الار اقدر اطلع فش طلع عندي طلع عندي 1432.4 فوت زين اذا اهنا عدي ديزاين سبيش ستين الشي تكن لي اتجاه 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 ار اقل من 1822 طب احنا اول شي اذا نلاحظ انه دي ماتي اربعة فالمحدد الاول عندي اذا دي اكبر من ثلاثة دقري فمعنا استخدام الاسبايرل محدد الاخر المهم جداول الاسبايرل ماتي جداول الاشتر عفو اللي ذكرنا قبل شوية السار جعلها ديزاين سبيد عندي السرعة موجود عدي نرجع للجدوى حتى نفتهم السرعة هنا ستين فش يحدد لنص القطر الف وثمانمية الف وثمانمية واثنين وعشرين بالمسل اشقد طلع عليه طلع لي الف واربعمية واثنين وثلاثين معنى لازم اتجي باستخدام الاسبايرل هذا محدد مهم وانتبه عليه من اطلع الار اقار نوع الاسبايرل اطلع الخصاص الاندي ستين الاسبايرل اللي هو الاس طلع لي طول 1241 بوين ثلاث فوت طبعا هذا التطبيق قبل عندي السرعة موجودة عندي الاراني طلعته قبل اطلع الاس هذه اجي استخدم القوانين اللي موجودة عندي ولحيكون تقريبا يكون تطبيق مباشر عليها زيان اجل السلايد الثاني ماتي حتى اكمل حال ماتي اطلع احنا الا والسوبر ماتي انا هو منطين يا ستة بس اشوف الفعل احسب ايضا من حسب الطول السبايرل من الرن اوف للسوبر واشوف اي قمي هاي الاكبر اخذها زيان يعني فهنا عندي السبايرل حسب هذا القانون اللي اخذناه الاس موجودة عندي الار موجودة عدي الاف موجودة عدي طلع لي اربعة بوينت اثمانية فمعناه هذه رغمان المحدد الستة بس الفعلية اللي بالتصميم تدخل هي السوبر ريفيشن تكون ماتي اربعة بوينت اثمانية زيان ادي هذا القانون اللي هو الانت اوف سوبر ريفيشن او اللي هو تانجين تكون هذا القانون اخذنا به المحاضرة وين اي دي في البي دابليو على الدلتا عرض الشارح هي اثمع عشر الان عندي اثنين حسب منطوق السؤال ال اي دي انا حسبت اربعة بوينت اثمانية البي دابليو وين سبعة خمسة لانه عندي لائنات اثنين الدلتا هذه ناخذها من جدول ثلاثة اربعة ذكروا عندي عندي سرعة فرأسنا طلع من هذا الجدول الموجودة بالمحاضرات طلع مية واثنين وتسعين فوت الالتي طبعا هنا يكون نسبة مية والالار ف اقدر حسب طلع لي اربعين هنا لحظ في الشغلة عندي طلع عليها الرقم مية واثنين وتسعين وهو اقل من الميتين وواحد واربعين خلنا رجع الميتين وواحد واربعين اقل من الميتين واربعين اللي حسب تسابقا لذلك اخذ الاكبر ويكون هو طول السبايرل الاحاخذ الاناخش ميتين وواحد واربعين اعتبر طول السبايرل وهذا الرقم عادة بالتصميم من قرب الى اقرب الى اقرب عدد صحية حتى يكون سهولة بالتنفيذ عدي فهنا لحنقرب ناخذه ميتين وخمسين فوت ايضا نحسب هنا نحسب من هذا المعادلة طول الانجنت راناوت وطلع هنا اربعين فوت الاسمال دلتا اقدر احسب ها بصورة مباشرة تطبيق مباشرة طلع الى الخمس درجات لنشوف اذا نعد بالاسئلة ماتتي التطبيق ماتتي مباشر بس انتبه لشي المحددات الموجودة عندي اراجعها وانتبه مثل ما نضحنا بهذا المثال زين اكمل السؤال angle of deflection الدلتا اس اطلعها اطلع الالسي كلها تطبيق مباشرة عندي هنا 700 فوت طلع عندي اطلع الانجنت سويرل اليو التي اس هذا الموجود عندي الانجنت مال سويرل فاش طلع عندي الناتج ماتتي التي اس طلع عندي 619 فوت هسا من طلعت هذا القيم كلها كود اجوانا سقطها اعتبر هذا فادرسم not to scale مو مقياس ولكن بهذه النقاط حتى هذا التي اس هذا الاس هذا الاس وهذا الاس وهذا البي اي زينا خمسمائة خمسمائة و اربعة و ثلاثة و اربعين احاول الستيشن معناها خمسمائة زائد ثلاثة و اربعين متر النفس اضيف لها هسا طلعت هذه النقطة اضيف لها طول الاس سبايرل اللي هو الاس شا طلع هنان اطلع نقطة مات الاس اللي طلعت دي السبعمائة ثلاثة سين امانها سبعمائة ناخذ هنان المحطات كل محطة تكون مئة متر فالسبعمائة زائد تسعين متر اضيف لها طول الكيرف شا طلع طفت لها طول الكيرف اطلع الس اضيف طول السبايرل مات اطلع الاس فاذا نشوف انه هذين النقاط اذا اجانا في السؤال ارسمان بيدي بسيط مخطط شوان السهلة حتى اعرف من اضيف نقطة اضيف هذا طول الكيرف والكيرف الدائري بعدين اضيف ها حتى اطلع النقاط اول النقطة استفاد من عندها بعدين هذه النقطة مو مثل بالكيرف الدائري تكون استفاد لا امشي على هذا الكيرف مات وطلع النقاط زين اهنان عندي فد شغلة مهمة بالكيرف بالكيرف الاسفر الياه بالكيرف العفو الهوريزنتل الكيرف الياه مسافة الرؤية مسافة الرؤية عندما تكون عندين عطافة عندما تكون عندي فد الحناء اهنان السايق اللي على المسار الخارجي تكون عندها مسافة الرؤية اكبر فما عنده مشكلة المشكلة وين تكون عدي الساكل يكون على المسار الداخلي زين اذا كان عنده موجود هنا عارض العارض طبعا هنا هذا الشكل قد تكون لوحة علانية قد تكون عارضة قد تكون اشجار قد تكون بناية فشون هذي نحسبها هذي تكون مهمة بالانحنات حتى توفر لمسافة امان مناسبة زين الاحظون هذا الرسم ماتي هذا هو الكير ماتي نحسب نسموه مسافة سموها الام هذا الام هي اللي تحدد لي هل العارض وجوده هنا خطر على مسافة أو مو خطر هسه نجي نشوف شون نحسب وشون الطالب يقدر يحدد وجودها مناسب بهذا المنطقة فهنا اجي احسب الام اللي هذا موجود بالنسبة للمسار الداخلي للشارع انا حطيت هنا فالصورة السيارة هذا ونس قطر الطريق فاحنا الساكل اللي يكون على الجانب القريب من الطريق فحساب قيمة الام لح تكون عندي بهذه المعادلتين اما عن طريق الدي واما عن طريق الار زين انا فحساب اما تكون عن طريق ال او الاعتماد على الار ومهم حتى احدد انه كل من الدي والار محسوب للنص قطر الداخلي لللين الداخلي يعني هذا اللين الداخلي مو اجحسب على اللين الخارجي انا حطيت شوف انها فالصورة حتى انتبع عليها لأن دائما بهندس المرور ذكر نصف القطر يعني نص القطر ما للطريق ما عدا بهذه الحالة هنا نص القطر لللين الداخلي على اعتبار هو السائر اللي علن الداخلي هو اللي يتأثر بالside distance مو على اللين الخارجي فاذن قانونيا لحساب ال M زيان هنا عدي فد مثال عند curve دي كرف مات 6 راكشن ال محسوب لل ل ل الداخلي فهنا ما احتاج لأنه قبل منطينيات جاهز هنا As being design مصمم ال highway مت السرعة 70 The grade is level ما بميلان The driver action time will be taken اذا عدي reaction time 2 وصدانية وطس the closes any roadside object اي شي موجود على جانب الطريق اللي نقدر نحط بعد عن center line حتى يعني حساب مسافة ال M ما هو اقرب شي يمكن وضعه قريب على center line الممرض داخلي الطريق بحيث لا لسبب من مشاكل حساب قيمة ال M سيف stop distance ممكن حساب ها هنا تذكر هذا القوان موجود الدي سابق ال ds stop distance 1.47 في السرعة موجود على d t موجود على d سرعة 70 t تذكر ان ثانية هو ثانية السرعة البداية 70 السرعة النهائية سابق سايد السرعة عند الصفر تكون هنا ال g بما انه grade is level معناها صفر زين يعني فحسب فطلع لي 726 point 6 foot فاجي احسب هنا مسافة ال M ال M اما عن طريقة d هنا حسبتها موجودة عدد كل معلومات موجودة عدد طلعت لي 68 point 3 فمعناه شنو ممطلع لي 68 point 3 اي ما اقدر اخلي اي علامة او شيء او اشجار او بناية او عرضة ضمن هاي المسافة حتى يكون السائق مسافة الرئي للسائق تكون مسافة امنة هذا يكون عدد المحدد هنا انا هنا عدي احنا اخذنا المنحني المنحنات الافوكية الهوريسنتل اخذنا السيمبل اخذنا السبايرل اكون اخر من المنحنيات وهي المنحنيات الكمبوند المركبة زين اعني المنحنيات الافوكية المركبة هي تكون كيرفات باقطار مختلفة لو نلاحظ هذا هنا هذا نص قطر مات يختلف عما هذا نص قطر مات الكيرف ثاني اذا كيرف باقطار مختلفة اجماعها مسوعة بس يكونوا متجاه واحد ليش ليش نستخدم لوجود عوارض فيزيائية لو نلاحظ هنا بال روند بالاستدارات هذا عندي هنا هالشكل هذا هذا اللون الاصفر عبارة عن كيرف مركب تستخدم ايضا الكيرفات المركبة بالرمبات مال الجسور هذا من يجي نصعد على الجسر هذا ايضا الكمبوند كيرف هنا السيمبل هوريزنتل كيرف لا يستخدم لان يحتاج الى مساحة مسافة كبيرة زيان هنا ادي بعض المحددات الكمبوند كيرف هسا نجي نذكرها المحدد الاول اللي انتبه عليه انه استخدام الكمبوند كيرف يجب ان يكون محدد بالحالات اللي تطلبها يقتصر استخدام المحالات المركبة على الحالة تطلب بها البروف المادية الفيزيكال كونديشن زيان عند توصيل منحنيين متتاليين على جزء من طريق سريع يجب ان لا يزيد نص قطر الكيرف الاكبر على واحد ونص على مرة ونص بقدر الكيرف الاصغر هذا لك محدد يعني زيان المحدد الثالث محدد الثالث ونظر two consecutive curves in the same direction are separated by a short tangent يقول عندما يتم فصل منحنيين متتالية في نفس الاتجاه واسط مماس قصير تقريبا 200 فوض يجب يجب ان يتم دمجمع في مركب في منحني مركب زيان المنحي مركب هو سلسل منحيات الافقية التي تخضع نفس المعايير مثل منحيات الافقية المعزولة هنا عند المواصف للأشتو release some of these criteria for compound curves for RAM design مواصف للأشتو تتنازع عن بعض هذه المعايير بالنسبة للتصميم المنحنات المركبة في رمبات الجسور بعض هذه المعايير يكون 1.5 مت وعند 200 مت نجي نوع الأخير إذن صار عدي simple curve صار عدي compound curve صار عدي spiral curve أكون نوع الرابع هو reverse horizontal curve المنحنات الافقية المعكوسة لو نلاحظ هذا منحني وهذا منحني ثاني معكوس هذا هو tangent مات وهذا هو tangent عنده خط مستقيم وهذا وعنده خط مستقيم آخر أريد أوصل بيناتهم بكيرفات اثنين يكون معكوسات بالحركة ودائما أكو بيناتهم مقطع هذا المقطع اللي هو هذا لا يقل عن 200 متر زين يعني هذا عدي خط مستقيم هذا الكيرفات لازم قبل ما أتيجي للمقطع المنحني الثاني حتى أصل للخط الثاني أكو 200 متر حتى هذه 200 متر أقدر أسو بالسوبر الوفيشن حتى نفذ بها التذك ونقلنا tangent runoff والrunout للكيرفين هذا النوع من الكيرفين الريفيرس يشدد على عدم استطام إلا الضرورة القصوى زين بهاي المحاضرة نكمل الشرحنا نحن نتواصل بالمحاضرات القادمة إن شاء الله أيضا نحن نزل لكم كيوتيوب أي سؤال أما تقدرون تزيل رسالة على التليجرام أو رسالة على المودل شكرا لكم